تريحه ومعه سلوسك ماتخبش خبت أخوك أسوك ماتخبش خبت أخوك أنا مزاكك أكبتاجي وأمني ما هيبقى زيك وقولك هي صوابعك مزاك بعضها أنا هي ما تمشى شوية حاسي أن الدنيا كلها جاي على صدري ربنا هيديك يا صاحبي سلام الواد سوكا بقى اتفرج على تورك كتير الواد ضاع اللهم صلي على النبي ده كازم السير في الحرق عندنا ده ماتخبش؟ الواحد ياضيك إبداكي طلع لي في الإيافة أولا كان عارف فجأة اكتشفت أن أنا سيكسي ها وديقلبتها دي من واحد ده يا طعوة لا 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 انت تعرف عني كده يا صاحبي دي بدلة الشغل أصلى أخوك اشتغل بودي جارد في الكباريه ياضي اللي سهلنا فيه أخر مرة ساعة ما سبتنا ومشيت مع الولية القرشانة شغل شمال اه بس شمال على نظافة بالبدلة والكرباطة والشوكة والسكينة تقلب الزبون اه بس هو بيقول لك ميرسي وشكرا وبرونتو لعبة ورتاحة يا طعوة لعبة ورتاحة طب ما تاخدنا يا عم على جناحة ده اللي يطير لوحده يا صاحبي أنا نازل بادري دلوقتي عشان مدير الصالة يفطمني على الشغل أقول له يشوف لك على شغلان لا شغل مرة واحدة انت خدمتك لي أن انت تستهرني صارف الكباري ده وأنا عرف سكين يا قليل الأدب عينينا اعتبرك كباري كباريهاك والطعون طعونك جد أنا بحبك أصحابنا وأنت ولا فاكرين الماضي لمؤخذة ولا أهبأ أنا بقى يا برينج سلام سلام يا هيمة تعالي بص بقى أهو كله حطت له ورق وطبقته شوفي بقى أنا عايزة منك حاجة مهمة شوفي يا أخي عايزك يتعملي إيه بقى جلاليب بيد وطرح بيد عشان النسوان اللي بتروح الحاجة بيبقوا عايزين يلبسوا كده حاضر يا حاجة هعمللي كل اللي انت عايزة طب وبقولك إيه إيه الواتساعد ابني لما هيجي اوعي تدخليه اللي ما تغطي بتوع دي يا أختي ها ماشي هغطيهم وتغطي أنا مساء الخير انت مين يا ابني زيك يا أمي ها مساء النورة إيش أنا مقصودش أخطي يا كل مرة بتيجي كده أهلا وسهلا أنا الأنسة كوريا كلمتني بخصوص موضوع البيت وقلتلي أنا حاجة أستناها هنا عندك في المكان وتستناها هنا ليه البيت بيتها والشقة شقتها أنا مالي أيوة ما أنا عارف أنا قلت يعني أجاب ركلك على المشروع الجديد بتاعك خصوصاً يعني اليوم نفتتاحك قتل الدنيا زحمة جداً ومعرفتش أتخلك ليه وهو أنت كنت موجود يوم لفتاح؟ هاعتبر نفسي مش ظابط مباحث وحسد إنك ما شفتنيش لا أنا فعلاً ما شفتكش وبعدين أنت بتحقق معايا ولا إيه لا لا أبداً خالص هو كل الموضوع يعني بتقدر تعتبر نفسك إنك مطلوبة أمنياً وأنا بعتبر نفسي ظابط شاطر زي ما بيقولوا وحاسس كده والله أعلم أني حارف أوقعك السلام عليكم يا سعادة الباشا عليكم السلامة الله وبركاته أهلاً بيك ننور الدنيا كلها أنا قلت جيلكو كده نقعد لوحدنا الأول عشان أشوف طلباتكو إيه؟ ننورت بيه؟ إحنا جايين علشان نقول كلمتين أوراد ضغطاهم تصدّلوا تحت عمركم؟ بص في ساعة الباشا الراجل سلومة صاحب البيت ده راجل واطي بيكون مال النبي إحنا جاهزناله الفلوس وتصرفناله فيها بس عايزين ندياله على إيد الحكوم ليه بقى؟ علشان لما يقفش الفلوس لو فكر بس إنه يقل معانا ولا يلعب معانا الدنيئة الحكومة هي اللي تتصدر له مش إحنا بس أنا شايف برضو إن إحنا لازم نمشي الموضوع ودي لأن إنتوا في الأول وفي الآخر جريان والشوك وفوش بعض عموماً إحنا هنقفل المحضل اللي هو عامله عشان التنكيز بالتصالح وهنحط تاريخ جديد لبداية أعمال التنكيز وطبعاً عشان تقرير الحي وأنا كده كده هعملكم محضر بالصلح وأخذ لكو عليه تعهد بعدم التعرض صح؟ أي للعجل يا باشا؟ أيوه بالذات بقى يا باشا؟ موضوع عدم التعرض ده ليه بقى برضو؟ علشان هو من ساعة ما تقدم لها علشان يطلب إيدها وهي رفضيته وقالت ما يلزمنيش وهو شايل منها ومعابي عايز ينتقم مننا كلنا كده لا طبعاً وأنا مقبلش إن أي حدي يضيقكو أو يتعد عليكو خصوصاً يعني وأنا موجود يا رب إرا يخلي كلين يا باشا وينصرك على مين يعديه هل تذكر هذا؟ طبعاً هل تريد أن ترحلها؟ لا، أريد أن أرحلها لكي أرحلها ولكن هذا مهم جدا إنه لا يمكن كيف يمكننا أن نجد كذلك؟ أنا مستعد لإعطاء أي عالي حسنًا يا رب إراه أتمنى أن أفعلتي شكراً 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 لا، أنا شكراً 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 سلام عليكم عليكم السلام بل كيه؟ أعيزك برا كده في حاجة يا عم خليك يعني خلاص شايف الحليم مقطع بعضها وفقل بالمحل ما لك؟ شكراً شكراً حاجر مرحلش المستشفى وأخوة حبيثها في البيت وأخذ تليفونها من الساعة اللي حصل في الفرح وروحت الوليلي اللي بتنظف معاه قالتلي برضو ما جاتش ومش عارف أعمل إيه طب ما عليش خليك وراها يا بيتة جادة خليني وراها إيه بس ما أنا مش عارف عنها أي حاجة خليها وراها إزاي بس طب بقولك إيه؟ تعرف عنوان ها؟ أه أعرف عنوان ها؟ ماشي يلا بنا ايه يعرف إيه؟ بلاكش دعوانت بقى نحلي لكم المشكلة دي يلا بقولك يا بيتة خلي بالك من المحلة على ماجي خلي بالك ما فيه زباين بقولك أنا مش رحها في حتك خلاص أنا آسف القنوسة مش بس لبس والشعر وميكب لا لا القنوسة لافستايل نعم يعني حالة إحساس أنت مش لازم تهتمي بقنوستك عشان الراجل بس عشان جوزك أو خطيبك نو عشان نفسك القنوسة بتبان في المشية بتبان في الجاست في الحركة بتبان في الحاجات دي لازم ما تبقش مكسوفة إنك أنسة ربنا خلقك أنسة لذلك تبقي فخورة تبقي فخورة كده حسن كده أنا مبسوطة إن أنا أنسة حسي بأنستك الله ينور عليك يا قبلا ده أنت كلامك عامل ولا كلام السيتات اللي بتطلع في التلفزيون لما تسيبك من الدرس ده يا قبلا احنا مش تلمزة ما ينفعش تبعينا الهدوم دي بالأس يا بيت انت وهي يختشوا على دموكو ودم اللي جابوكو عايزين تلبسوا المشاخلة والمدلة والملمع من غير ما تدفعوه؟ شحات عايزيك والعش فينو أهو النبي يا قبلا ده احنا حتى غلابا ما معناش نحط قمة فلوس في الشفتش والمقطع والمباين ده كل هنا ماشي كده بالقست وشغالين زي الطلوق طلوقة طيب خلاص امشوا انتوا دلوقتي واسيبونا أفكر ماشي سلام يا قبلا من بعد امشي يا اختي امشي الله 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 إشي أقدر وإشي أحمر وإشي أصفر ده أنا قولة في إشارة برور يا مواغزة أنا والراجل ده عايزني تدلع ممكن تدلعينها مكناة انتوا عايزين مني أي حيوان انت وهو لو ما طلعتوش دلوقتي بره هجيبلكو البوليس وهحبسكم يا حبسينها المكناة وقفين الحبس ده ده احنا بنتشع عليه مش لاحيينه يا عمار انتوا هو انتوا عايزين منها ايه يا سندوس اللي جابك هنا اطلعوا بره يالك لعوا بره فيها جملاء ما لهم بيك العلق سيعدوا اللي جابك هنا انت هو يا لك يا كوريا الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادم نعم 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 بتقول ايه يا حيلتها ما عايز انت هو الشيطان يعمل معاك الغالة انتوا عيت ابوكم هباب موسيقى